بين شقيقين يرسم التاريخ حضارة بلاد الرافدين وسيرة أم الدنيا العريقة هنا مصر التي يدخلها رئيس مجلس نواب تحت عنوان زيارة تعزيز العلاقات الأخوية والشعبية بين بلدين وشعبين لا تفصل بينهما سوى المسافات الزيارة التي تكللت باستقبال مهيب للحلبوسي جاءت على مستوى عال من الأهمية البالغة بلقاء جمع بين رئيس البرلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي رسمت فيه خطوط واضحة المعالم كشفت دعم جمهورية مصر العربية لاستقرار العراق وبلوغه الانتخابات المبكرة بنجاح والعمل على إعادة بلاد الرافدين إلى مركز فاعل على صعيد عربي وإقليمي السيسي الذي يؤمن بأهمية العراق ومركزه السياسي والاستراتيجي عزز المتفق عليه بين قادة الدولتين سيما في الزيارة التاريخية التي دخل بها بغداد لتكون أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ ثلاثين عاما وهو ما يرسم عهدا جديدا يفعل الروابط بين العراق والعرب والعالم ومصر بوابة عربية وعالمية مركزية يؤكد هذه الحقيقة رئيس البرلمان باسم رئاسات العراق وشعبه ومن قصر الجمهورية إلى مقر مجلس النواب المصري كانت جولة الحلبوس برفقة نظيره الدكتور حنفي جبالي مستعرضة للتاريخ السياسي والبرلماني الذي يحفظه تاريخ مصر وهو لقاء يتبادل فيه الشقيقان خبرات متوارثة وصناعة لمستقبل برلماني يواكب المتغيرات القاهرة اليوم ترى العراق المنتصر على الإرهاب وهي داعمة له للقضاء عليه تماما وتفعل بغداد بالمثل في النظر إلى مصر على أنها البلد العربي المهم في صناعة خطة عمل متكاملة لبدء عهد جديد من الشراكة والبناء بين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر